خلينا نكمل على صفات النرجسي أيضاً من أهم صفاته أو الأشياء اللي عليها علامة استفهام أنه يحشق الحسد شو يعني حسد؟ حسد أنه أنا بتمنى النعمة اللي على غيري تزول منه وتجيل عندي هذا الحسد العادي بس حسد النرجسي لسه أعلى يشتهد أن يزيل هذه النعمة يعني يشارك فيها يشارك في زوالها يعني يشوف زوجته مثلاً مبسوطة بتتسجل في كورس معين ولا مثلاً لابسة لبسة حلوة ولا مثلاً عندها مشوار ولا مبسوطة إنها درست ابنها وعمل إشي كويس وقالت له والله شوف علاماته هلأ بالامتحانات النهائية لأني أنا تعبت معه الفترة الماضية فهو ما عنده القدرة يزقف ويقولها كفو وبرافو عليك ويساعدك ما يقدر مو أنه ما بده هو لا يستطيع هو لا يستطيع ليش؟ مريض لأنه أناه غطت على عيونه فلم يرى إلا ذاته طيب شو بيعمل؟ يعني ها يصير كالسر مجذيفها أو مجذيفها أو ما شئتي أن تسميها مجذيفها نحن أقول لي أنت براحتك ولا سؤل في براحتي فهو هيك يعمل فالسر يقولها أبداً ما هو أصطن يفهم هو أصطن لو طلع إلك والأخوان كان طلع هامل وحرامي أصطن هذا طلع العمام وأطلع إلي أصطن يفهم زي أبوه أنت شو عملتي؟ ما أنت قاعدتي معه وفرجتي؟ اللون المس اللي تدرس في المدرسة والخصوص اللي أنا جايبه وإلا والله ما أنا عارف أنا ليش أضييش حاويكي عندي أو هاد واجبك آه بالضبط وأنا ليش تفعل هيك وليه ضبك أنا عندي أصلاً؟ ولو إيش ضبك؟ رأيتي طغيان اللئيمي إذا اغتنى أو حازى من جاه الأمور قليلة شفت كيف؟ وبالتالي ماذا يفعل؟ يطغى فهو يحكي له هيك بالشغل مثلاً يجي عنده موظف يحكي له أنا عملتي بعت له إيميلي ورجينه أنا شو أنجز فهو مبسوط هذا الموظف على نفسه بالشركة أنه أنجز هذا المدير النرجس المريض ماذا يفعل؟ ما يقولوا برافو أحسنت والله أنا ما قدرت أعمل هيك طب وشو عامل أصلاً؟ عادي اللي مثلك لازم عمل كذا أفكارك إليمي لما كنت أنا أصلاً موظف لما كنت أنا كان عملت وسويت وأعصي لي طلع لك بطولات لم تحدث قطو فيش عليها شهود